موسيقى حياة الله دكتور بنورنا اليوم نور بأهلها الطيبة كم مرة نحن الحين رتبنا حق البودكاست ويتكنسل الموضوع كل مرة شيء هذا رح يباري بودكاست كل مرة سبحان الله نحكمل يمكن حين ثالث مرة واليوم كان الموضوع بعد على وشك أن يتأجن لا يستوي شيء لكن الدكتور إذا الله خير قال لا مثل ما يقولون الثالث ثابت لأنه كان ثالث أجيل الحمد لله الله يحفظك يا دكتور شيف حالك الله يسلم نحن من زمان ما تلاقينا أنا وانت نتلاقيه بس في السوشيال ميديا هي صح بس ولكن يعني شو أقول لك الفترة اللي ما شاء الله اشتغلنا فيها في بداية تعرفنا عليك في برنامج قيادات أظن هذا البرنامج أنا دوم أقول خاطر يعدو لنا البرنامج ونقول يديد من كثير ما استمتعنا من كثير ما طلعنا في هذا البرنامج أنا أقول قبل المحتوى والعلم اللي خذنا خذنا علاقات جميلة تعرفنا على ناس نحن هل 29 هذي صراحة أنا أقول من خيرة الشباب وكان مكسما بين دكتور وانترابرنور ومدير وحد في الفضاء وحد في المارين اندستري كانت تجربة رائعة تدر شو اللي كان مميز دفعتنا كانت من أول الدفعات اللي تجمع فيها القطاع الحكومي مع الشبه الحكومي مع الخاص صح صح كانت تستوي أثناء المحاضرات والجلسات اللي كانت في البرنامج صح صح لا لا كان برنامج الصراحة يعني رائع 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 تدر شو اللي أميز البرنامج كبير ما نكمل لاحظنا شيء وايد عيبني في هذا البرنامج أو خلينا نقول في نخبة الشباب والشابات اللي كنا نحن موجودين فيها ما كان في أي نوع من الغرور والأنا صح وأن أي حدي بيثبت نفسه أو عمره على الثاني صح كل واحد من جهة مختلفة بشهادات مختلفة بتجارب مختلفة لكن الكل كان يكمل بعض مستوى أي نوع من حتى التحدي بين الأطراف صدكت والله كلنا كنا فريق واحد ونتقسم وانت اليوم في هاي المجموعة باشر في هاي المجموعة نشتغل مع بعض صدكت يعني صراحة كانت فعلا فعلا تجربة أنا أشوفها من أفضل البرامج اللي تحقت فيها أنا في الكارير مالي أنا كلها طول الستعشر سنة هاي صراحة the best يعني it was life changing بلا شك خبرنا دكتور من هو دكتور مصول نعم نعم أظنني وعيدا سألت هذا السؤال هذا ولكن أحب أن نسمع مكبرة دعنا نرجع ثانوية عامة سنة 92 نعم نعم أحد يشوف عليه بيقول هذا ثانوية عام 92 مستحيل هذا ويها صغير لا لا دخل درس من وقت نعم دخل من درس من وقت هذا التعليق دومة حصلة حتى يوم تخرجت من الجامعة وبدأت دوامي في المستشفى يعني مرة واحد من الشياب ولدي ضلني على الدكتور وين أسير قلت له طال عمرك وبيي أنا الدكتور آمر قال لا لا أنت شكلك توكم تخرج من الثانوية الدكتور وين يقل لي خالي أنا بعد سبع سنوات من دراستك لي طب طب فموضوع المظهر الخارجي أو خلينا نقول اللوك نفيل يحطك في مواقف مختلفة صدقت صح صح ف92 كنا في الثانوية العامة وذيتش الأيام يا طب يا هندسة وإذا كلش كلش بتصير آي تي أو بتصير في تقنية المعلومات وغيرها فحد من الأهل كان ياسي درس طب في إيرلندا فقلت والله شي طيب ليش لا خلصت الثانوية العامة سنة 93 وانطلقنا في مشوار كليت الطب سبع سنوات في إيرلندا صراحة ذكريات ما تنبسي اللي كان يميز دبلن عاصمة إيرلندا أن ذيتش الأيام كان الدول الخليج تبعث كثير من الطلبة والطالبات الذين يدرسون الطبناك أوكي فإن وصلت هناك أو فوق الـ 150 مواطن ومواطن ما شاء الله حلوك فوق الميتين من الكويت فوق المادريكم من البحرين من قطر من السعودية فتحس عمرك كأنك في دولة خليجية مصغرة وكيف تمرن هذه السبع سنوات ولا حسين به وليهن اليوم المجموعة اللي وياك مجموعة والأروع ولين اليوم العلاقات مستمرة ولين اليوم في مجموعات في الواتساب نتواصل وياهم ونأخذ ونعطيهم شباب الكويتين وإخواننا من دول الخليج المختلف وربعنا طبعا دفعتنا الإماراتيين لأن اليوم عنا تواصلوا معهم ما شاء الله وما تخصص دكتور؟ نزين عالم الطب مشكلته ما بو عبدالعزيز طويل أنت يبالك سبع سنوات سبع سنوات يا الله يا الله تتخرج بشهادة البكالوريوس ليس بعد متخصص اللي نسميه لحظة هذه السبع سنوات أنت تطلع طبعام طبعام ليس بعد مدخصص لذلك يمكن أن يكون دخل في تقنية المعلومات كم يبالي يأخذ البكالوريوس خلاص 4 سنوات 3 سنوات نعم 4 سنوات أو 3 سنوات 3 سنوات أو 4 سنوات أي والطبب 7 سنوات يعني هذا ما الذي خلاص البكالوريوس وسويه ماجستير يخلاص ماجستير سنة يمكن أن يخلص ماجستير ويبدأ في الدكتوراه ماذا كنا نتقوم بنا واننا ليس بلاستانسين بالشهادة على قولة طبيب عند الدنيا لكن تكون بدايتنا من الصفر ممس موح لنا نعالج المرضى رواحنا ممس موح لنا نسوي كذا ممس موح لنا نسوي كذا هذا بعد سبع سنوات هذا عقب السبع سنوات جيد السنة كاملة تتدرب تحت إشراف دكاترا عقب السبع سنوات سبع سنوات بعدين سنة تتدرب سنة تدريب أعين تختار التخصص وينت باتتخصص أمراض الجهاز الهضمي والجراحة والأطفال والتخصصات هذه الموجودة في عالم الطب يعني أنملة للمشاهدين الفكرة هي أن المشوار طويل ويبتدي عقب ما تنتهي من الدراسة مش ينتهي عقب ما تنتهي من الدراسة وأكون صريح وياك وعيدين من الشباب ما تحملوا ما كملوا ما تعملوا سنة سنتين حولوا على وظائف إدارية المغريات الموجودة الفرصة التي كانت موجودة في القطاعات الأخرى صحي صحي قال لك أنا حين وين لماذا سألتك دكتور أخبرنا عن البداية وعرف قصتك البداية لأن نرى يومنا صغار أي شخص تسأله على أجيلي أنا أتكلم ماذا تريد يوم تكبر يقول لك يا شرطي يا دكتور كل شخص أكثر الأطفال لديهم هذه الموضعة حتى يمكن أن يومنا صغار مثلا مهندس لا تسمع مهندس لا تعرف مهندس لا يمكن أن تكبر قليلا ولكن كلمة دكتور شرطي كل شخص يريد أن يكون دكتور شرطي هذا الشيء الذي في بالك دائما لكن يومتي تدخل وترى أنا أعتقد أن ويدين من الذين يأخذوا هذه الخطوة مثلا كان هذا الهدف موجود في بالهم بعد ذلك قال حسنا أنا أستوي دكتور أدرس يقطع شرط مثلا حد منهم في نص البرنامج الدراسي أعرف شباب أقال صراحة لا too much أي يحسبها يشوفه بعده الآن في الجامعة أذكر بيع درس ويمكن يترقى بعد صح فأنت تبتد يتقارن هل فعلا أنا أبا أمشي في هذا ولكن أنت ما شاء الله عليك من الناس اللي يكملوا أنت أعرف حده ما أقول لك ما تعرضت لتحديات وكنت في 2007 كنت ها شوي وبهد الطب وبدخل في المجال الإداري لكن سبحان الله يوم يهي تقدم على المجال الإداري في القطاع الصحي كان الرد أننا عندنا كفاية دكاترة ورفضه والطلب وأنا اليوم أعتبر أن هذا أحلى قرار أنا سمعته حزت الضايا سبحان الله ما تعرف شوه الخير وين هو الخير وهذا أنزين وحطيت في خاطري لكن اليوم أقول اللهم لك الحمد على هذاك الإنسان اللي الله سخره أن يرفض دخولي في المجال الإداري في ذاك الوقت آه الله لأن أقدر أقول لك اليوم يا أبو عبد العزيز عقب كل هالسنوات في ممارسة الطب لو تردني عشرين سنة ما بختار إلا الطب الطب يمكن من التخصصات القليلة اللي مفعولها يطلع عقب فترة لأنك يوم أنت تشوف أنك أنت وسيلة من وسائل رب العالمين في خدمة البشر يوم تشوف عمرك أنك أنت الله سخرك أنك تقضي حوائج الناس هذا المفهوم يكبر عن موضوع المادة وموضوع البيزات كل واحد يعيش صحيح لكن سبحان الله أوتوماتيكيا الرزقيك الله سبحانه وتعالى لا يخلي أحد بدون رزقي دعاو الناس يلستهم إياك يوم يسرون عنك يتمنون لك كل الخير هذا أوتوماتيكيا يخلي الواحد يتوفج في دربة سبحان الله فإن شاء الله فعلا هذا المشوار يعني مبسحل مشوار الطب أنا أشوفه يعمل لي أنا أشوفه أنا حينها موضوع ثاني بعد تسالفت أن أنت الدراسة تتعب فيها والشغل بعدين مش بسيط يعني لأن أنت أنت تتعامل ما تتعامل يا مكينة ولا أجهزة ولا تقارير لا لا أنت تتعامل يا إنسان فهذا هذا شيء مبسحل مسؤولية يعني أنا شوف الطيار أنا دوم أقول وظيفة الطيار وظيفة صعبة لأن أرواح الناس في دي كلها بأمر الله سبحانه لكن أرواح الناس في دي هو مسؤول عنها والدكتور هذا إنسان قدامك الغلطة يعني صعبة جدا لكن مع هذا حين أنا هذا ينقلني شوية لدخطر الفريج تمام دخطر الفريج أنا لم أستوعبت المبادرة أول ما سمعت عنها كنت ما أقول كيف لا لا يجب أن أفهم أكثر عن المبادرة هذه خبرنا عن دخطر الفريج تمام اليوم نحن مثل ما تعرف لدينا ممكنات وأدوات لم يكن موجودة في أول نحن أنا ياسين نرمس في هذا البودكاست من كان نتوقع قبل ما ياسين نرمس قبل عشر سنوات أو خمسة عشر سنوات قلت لي خلن نخرج بودكاست وقل ما يخرج بعد هذا وزير التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الموجودة اليوم فأنا يالس وهذه السالفة يمكن أن أكمل عليها سنة على شهر ستة سنة ما شاء الله شهر ستة سنة على المبادرة كيف بدأت القصة يالس أعدل في الدرج عندي أم أرى سيم كارد سيم كارد تحال أرمس الأهل أقول لها هذا سيم كارد مالمنوع أحد من الصغارية قال لها هذا سيم كارد أنت عندك رقم زياد ما يستستخدمه ذكرت أنني كنت مظاهر رقم على أساس قلت أن أوزع على المرضى في المستشفى لأنني أنا دوام جزئي في أحد المستشفيات في القطاع الخاص وقد حاط في بالي أن أظاهر لي رقم غير عن رقم الخاص وحطه في البطاقة وأوزع على المرضى سبحان الله ما استوى قال تعال حين هاي شو خانته الرقم الإضافي شو سويبه قال تعال اليوم أنت عندك منصة الواتساب فيها منصة اللي يسمونها واتساب فور بيزنس صح أو واتساب للأعمال صح أنت تروم تنزل التطبيق على تليفونك الخاص وتربطه برقم مختلف عن رقمك قال ليش ما أنا هذا الرقم أربطه بالواتساب للأعمال وأفتح منصة أجاوب فيها على أسئلة المرضى أو أسئلة أي حد من سكان المجتمع عندنا الأمور تتعلق بالصحة وبالعافية لأن يوم تستوي طبيب لا شعوريا أهلك ربعك الدكتور عندي هالتقرير شو سويبه هذا أنا شوفه مساكين دكاتر لا عزيم ولا عرس دائما تعال أي مكان دكتور هاتو هذا زين هذا مبزين أنا عندي هنا وعندي هناك أي متجاف وكيمكن يقول لك تعال عندي هذا التقرير عندي ما أدري هذا شي عبرني على هالصوب شو سويبه فأنا لاحظت أنه ويدين من لهل يتواصلون وياي على الواتساب ويطرشون لتقاريرهم وغير وغير قلت لماذا لا أستخدم هذا الرقم الذي زايد عن حاجتي أربطه بمنصة واتساب البزنس وأطلق مبادرة لأفراد المجتمع يرومون يوصلون لي على الواتساب بتقاريرهم بشكاويهم بهم أشياء مثلا مترددين فيها ما عارفين كيف يتصرفون يسيرون عند أي دكتور أو عندهم أعراض معينة خفيفة زايغين منها خلي يتواصلون وياي هذا الجزء الأول هاي المبادرة إذا بس شي بطلقها وقلهم هذا الرقم تواصلوا وياي مع الدكتور منصور يوم يومين بينسون السالفة يمكن أو كل حدي ينشغل خلي حط مسمى ملفت يجذب الانتباه ذكرت يدتي الله يرحمها الله يرحمها بسير عند الدختر هاي الأولين الأولين بسير إلى سبيتال أقول حق يدو شو سبيتال قصدتش ما عارفنا زين تقولي شو ما تحرفه سبيتال سبيتال بعد وين أنتو هناك تكاترة تشتغلون هاك زين فهي من كلوة حوسبتل فهم يدلعون كل ما يقولهم لك هسبيتال هسبيتال كل ما تختر زين بعدين قلت تعال طب الأسرة والله هو التخصص اللي أنا متخصص به هو ينظر لعلاج أو لرعاية أفراد المجتمع في المناطق اللي جريبة من سكن الطبيب اللي هي الفريج اللي هي الفريج أوكي 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 فقد كيف أنا أدمج بين الجديم وبين اليديد وأربطه بتخصصي اللي هو طب الأسرة لأنني لأن اليوم يسئلوني شو يعني طب الأسرة شو يعني هالتخصص شو تسوي يعني أقولهم بيع سمج فأطرقت مسمى دختر الفريج على هذه المبادرة مبادرة مجتمعية لا أخذ فيها بدون رسوم بدون أي رسوم أي حد ممكن يتواصل على رقم الواتساب وهذا الرقم أنا بعد شو سويت حركة بتتصل عليه مغلق أنا بس واتساب بس واتساب صح وحاط في الرد التلقائي أن الإجابات والرد بييكم نهاية اليوم لأن هذا رقم مش للحالات الطارئة نعم لما أنت ترتب أمور كنت عندك مسؤوليات ثانية في نفس الوقت بس الاتصال ممكن يمس كل ولا ما ترد على المكان بس يوم شيء مكتوب على الواتساب هذا بيضمن أنك أنت ترد عليه في الوقت بيضمن ما بكون فهمت المعلومة غلط وحتى ممكن حدي طرش رسالة صوتية وايدين من المرضى وايدين من اللي يتواصلون وياي ليس بشرط يكون مريض على فكر هنزي يطر رسالة صوتية والله دكتور كذا 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 شو أسوي كيف أتصاب جميلة مبادرة جميلة أنا دوم شو أقول دكتور أقول تخيل إذا كل واحد في مجاله سوى هذا الشيء كل واحد إن شاء الله لا تكون نجار بالضبط تصلح سيئير شو ما تكون حطك يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر أنا اليوم بصالح مجانا بس أو أنا بقدم اللي عندي أنا من خبرة في هالمجال هذا لكم اليوم عندنا طريقة واحد سهلة أنا أشوفها أوكي فيها شوية تحديات ولكن هي في متناول يد للجميع بودكاست اللي نحن نسوي هذا طبعا مبأنا اللي أقدمه الضيوف اليون هني يون هني ويتكلمون هذا بدون مقابل نحن ما وقعنا لك تشيك ما دفعنا لك ولا أي حد ثاني بالعكس أنت ياي منطيب خاطر لأن أنت تبهى تقدم شيء حق الناس ويا أحد الضيوف عبد الله كان نرمس ويا في الحلقة اللي طافت مزيلا فنقول أقول له سبحان الله المحتوى اللي أنت تصنعه ترى عمره أطول عن عمرك يتم يتم أنت كم بتعيش ثمانين تسعين أمية بنتهي عمر الإنسان لكن هذا موجود على هالبلاتفورم للأبد وهذا بيكون مثل الصدق الجاري أمية بالأمية الشيء هذا ويد من الناس يعني مستوعبين أحس لأن أحد من الناس عنده وايد من العلم وايد من الخبرة يقدر 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 يقدم وايد أشياء يقدر يعلم الناس يقدر يوجههم في موضوع معين بس يتعايز ما أفعله حسنا لو نرجع من هنا قبل 20 سنة أو قبل أكثر عن 20 سنة حسنا إذا عندك شيء تقدم حق الناس ألف كتاب وتأليف الكتاب ما شاء الله أنت مؤلف كتاب ليس موضوع بسيط يبالا وقت 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 ومراجعة وتبالا تدور لك ناشر وتبالا تدور لك وما أدري كيف ونقول هذا موضوع صعب أما اليوم الموضوع وايد سهل أنت بودكاست قد تضع لك تلفون المايك لا تقمال التلفون بعد حتى أنا أقول لك تلفون وكفاية يلس وتكلم قول اللي عندك وخلنا إن شاء الله لو يتابعونك ثلاث تنفار أنت سويت قدمت للناس فمبادرة وايد جميلة وايد حبيتها أحس أن هذه مثل ما ذكرنا قبل إذا كل واحد يسويه في مجاله الناس بتستفيد وتدر شو فايدة تبعد اليوم وايد من الدراسات في عالم الطب نتبين أن الإنسان يوم يتطوع ويوم يعطي من علمه أو يعطي من بيزاته أو يعطي من وقته عساب يفيد غيره الجهاز المناعي عنده تزداد كفائته ويكون عادة في وضع صحي أفضل شي خص الجهاز الدفاعي بالتطوع سبحان الله نفسية الإنسان تكون نفسية زينة أنه يعطي والسعادة لا تتحقق إلا بالعطاء لا تتحقق بالأخذ فأنت يوم تربطها بهذا المنظور أنت قبل ما تفيد غيرك يالس تفيد نفسك سبحان الله أول شي على هذا الطريق دكتور أبا أذكر أسمة اللي سوت الدراسة ما يحضرني الأسمة الحين ولكن يقول لك سووا دراسة فيما يتعلق في مجال في الهابينس والصحة النفسية طيب ها موضوع بعد بنرمس في وياك ونأخذ من من العلم اللي عندك ما شاء الله اختاروا اليابان تايوان أمريكا ودولة رابعة بعد ما أذكر فقالوا لهم نبقى كل شخص عندكم يركز على اللي هو ممكن يسويه وعنده مطلق الحرية فإنه يسوي أي شيء اللي يرفع من سعادته من شعوره بالسعادة نعم فيقول لك الثلاث دول لهم كانوا أربع دول صح ثلاث دول اللي هي اليابان تايوان ويابان وتايوان ما أذكر الدولة المهم المجموعة اللي كانت من أمريكا أكثر الأشياء اللي سووها كانت تتعلق بذاتهم أنا أنا بركز على وظيفتي أنا بركز على رياضتي الفتنس لفل الأمور المتعلقة بحياتي أنا فكانت أكثر الأمور متعلقة بهم لأن هذا لو تلاحظ معظم الكولتر الثقافة الأمريكية مبنية حول الذات نفسه هم هم اللي يعلمونا في هالشيء هذا لو تسمع أنت كل يو فكر في نفسك فكر في كذا أما الدول الثانية اليابان تايوان هذي اللي اللي لاحظوا أنهم ركزوا على الدائرة اللي حولهم فابتدأ في اليابان عندك مثلا الرعاية كبار السن صح معروفين بهذا الشيء هاي لأنهم عندهم العمر هذا الأفرج الأعمار عندهم في تزايد فهذي اللي ركزوا في تايوان نفس الشيء في الدولة الثالثة بعد نفس الشيء في يوم يوم قاسة والسعادة لاحظوا أنه في تدني في نسبة السعادة للمجموعة اللي كانت من أمريكا بينما المجموعات اللي من الدول الثلاثة الثانين هذي لها ارتفعت عندهم السعادة وهذا تأكيدا على كلامك سبحان الله نحن كأنسان أنا أنا مم مخلوق الله ما خلقني سبحانه عشان أنا أعيش روحي أنا أكون ضمن دائرة دائرة من مجموعة ضمن مجموعة واللي أعتقد هذا اللي ياب الحضارة الإنسانية خلانا نعيش لاني اليوم ترى ترى ممكن تخيل أنت لو ترد أنت أمية ألف سنة خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف سنة قبل تخيل إذا كل واحد عايش لنفسه ما بتكمل البشرية بتنتهي فهذا تأكيدا على الكلام اللي أنت تفضلت وإضافة للي قلت أبو عبد العزيز على موضوع الدول والدراسة اللي سووها اللي يقول في دول زادت عندهم السعادة وفي دول أخرى نقصت عندهم السعادة لأن في التباس مستوي بين مفهومين مفهوم المتعة والسعادة في فرق كبير بين المتعة والسعادة أنا يوم باشتري سيارة يديدة أو باشتري بيت يديد هذا الإحساس الجميلة والإحساس الوناس اللي حسه هذا متعة وليس سعادة المتعة تكون في الأخذ السعادة تكون في العطاء المتعة حسية السعادة روحية المتعة مربوطة بمادة الدوبامين في الدماغ أما السعادة مربوطة بالسيروتونين المتعة تروم تحس تحصل عليها روحك أما السعادة ما تحصل عليها إلا يوم أنت حوالين مجموعة أخرى من البشر فهذا تأكيد واليوم للأسف كثير من المنصات من وسائل التسويق اللي موجودة عندنا تحاول توجهك إلى الأمور المادية والأمور الدنيوية بشكل أن السعادة القصوى في امتلاك هذا المنزل الفاخر وغيره 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 برغم أن هذا لا يخص بالسعادة هذا يخص بالمتعة سابتين تبعت فترة تمل وتقول يلا ما هو العقبة مش غلط أنه واحد يكون عند أفضل سيارة أو أفضل لبس لكن الفكرة هل هذا هو هدفي في الحياة صحيح هل أنا بس يا لسراك هذا الشعور بيكون مستمر أنا من شخص محب للسيارات مزين يتابعوني يعرفوني يعرفوني أنا محب للسيارات وأستمتع اليوم أخذ سيارة جيدة في متعة يعني ما بعدها متعة لكن ماذا لحظتها لحظية أيها خذت السيارة استنستنت الحين واو أنت حين شعورك وفي السماء أنت حين طائر خذت السيارة سكتها وتحس كأن في مؤشر كان فوق وبدأ ينزل 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 مع الوقت أسبوع شهر إلا أن يكون هذا عادي جدا هذا الشيء خذ نسل يوم تأكل أكل حلو صح الكيك صح صح وبعدين ينزل الرسم ببياني ينزل يقل 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 سبحان الله مسمىك الوظيفة دكتور شو نحن عندنا في عالم الطب المسميات التي نستخدمها متعلقة طبعا بالتخصص وفي لها تدرج تقني معين يعني من الناحية التقنية أنت يوم تتخرج كطبيب يسمونك طبيب ممارس بعد ما تتيب الاختصاص يسمونك طبيب اختصاص يعني تخصص في شيء معين وبعد الاختصاص مع التجربة ومع الخبرة يطلق عليك مسمى طبيب استشاري فحاليا أنا مسمى طبيب استشاري لكن في تخصص طب الأسرح لا في الوظيفة أنت تشتغل في مؤسسة وتشتغل في مجال الطب صح ما مسمىك المؤسسة المؤسسة في المؤسسة التي أشتغل فيها مسمى مدير إدارة عافية وسعادة الموظفين أنا سألتك لأنني لم أسمعت هذه المسمى قبل لا أظن أن هناك مكان عندهم تايتل مثل هذا جدا غريب أنا أعرف ما هو دور الوظيفة التي تريدها لحين بالعكس أشعر شيء جدا راقي من المؤسسة تضع شخص معني فقط في صحة كانها صحة نفسية للموظفين الموجودين خبرنا أكثر عن دورك هذا شوف أنا يوم التحقت به المؤسسة التحقت فيها كطبيب استشاري في تقريبا قبل 13 سنة والأساس الفكرة في البداية كان أن يكون في طبيب يوجه الموظفين في المؤسسة للتخصص المناسب أو يساعد في منفسيات الموظفين وغير وغير لكن وين كانت النقطة الفاصلة يوم الدولة غيرت من استراتيجيتها كان ويت المنظومة اليديدة في التركيز على سعادة الفرد على سعادة أفراد المجتمع ويوم صاحب سمو الشيخ محمد الله يحفظ أطلق مفهوم السعادة ومفهوم الإيجابية كيف نقدر أن يكون في تطبيق عملي لهذه المفاهيم اليوم هالمفاهيم إذا أنا أخذها بعناوينها الرئيسية عناوين وائد ملهمة لكن إذا أنا ما طبقتها ما بستفيد منها صح نعم يستوي كلام أو يمكن أن تكون عبارة عن فعالية فعاليتين في السنة وتفقد بريقها صح نحن حاولنا في المؤسسة ننظر لها بمنظور الاستدامة يعني كيف ممكن أخلي هذا المفهوم يتعمق بين أفراد المؤسسة ويتحول إلى ثقافة مؤسسية في التعامل مع صحتهم ومع عافيتهم لأن اليوم الصحة والعافية سواء الأهم صح فعسبتي يعني حين تقريبا كمنا حدود الثمان سنوات في المؤسسة بهذا المفهوم من حكم دوري أركز فيه على تعزيز الصحة والعافية عند الموظف وعند فريق العمل وهذا له تأثير كبير في التناغم الوظيفي وفي الانسجام ما بين الموظفين لأن في النهاية إذا الموظف يأتي الدوام وهو مضايج أو يعاني من ألم معين أو محهد ملتفت له ما يعطي أفضل ما عنده لكن إذا حس أن المؤسس الذي يعمل فيها عندهم إدارة تهتم في صحته تهتم في عافيته من جميع الجوانب أرد وأقول مش فقط من الجانب الجسدي والله أنا أسوي لفحوصات وخلاص لا إن أهتم في أستمع له تدري اليوم أكبر حاجة للموظف أنه بس يبقى أحد يستمع له يبقى يلي ويفضفض يظهر اللف خاطرة يحس بيتحسن ويرد لشغله ويعطي أفضل ما عنده بس أنا حين سؤالي أقول دكتور متى بدأ هالشيء هذا متى ابتدى موضوع الصحة النفسية يعني مثلا إذا أرجع إلى أنا أقول قبل أربعين سنة ثلاثين سنة هل كانوا الموظفين عندهم موضوع السعادة وموضوع أنه يبقى المدير يسمع اللهم ولا هالشيء هذا توا صار وإذا توا هالشيء هذا مستوي شو شو اللي يخلى الناس يعني يتهتم في موضوع السعادة الوظيفية لأنه اللي ترد أنت قبل أهم ما علي أنه عنده وظيفة عنده مثل ما يقولون يأمن أكل لعياله صقف يسترهم وبس يندفع لها راتب بس هذا كل اللي يهم ما يفكر في الأمور هاي لأننا اليوم نتكلم عنها فشو اللي تغير ساد دكتور أقرأ أنا في دراسة كانوا يقولونها عن الهابينس فيتكلمون عن الفرق ما بين الموظفين في ما بعد الحرب العالمية الثانية كيف كان البيهيفيار ما لهم وشو توقعاتهم وما بين الموظفين اليوم فحين الأشياء أنت تفضلت فيها كل أمور يعني أنا ما أعتقد حد في ذاك الزمان كان يخطر على باله أنه في حد يفكر في أن والله الموظف هذا مستانس أو لا مستانس سعادة الوظيفية هذه الأمور ما كانت تذكر أصلا فإن هذه الدراسة شو تقول وتقول كان الشخص في هذاك الوقت ما بعد الحرب العالمية الثانية مدام أنهم أمن صقف يعني بيت العيالة وفي أكل على الطاولة وتندفع لبيزات اللي هو الراتب اللي يستلم أمورها طيبة وحتى يقول لك مستحيل في هذاك الوقت أو لهذاك الجيل أن تسمع والله يشتكي من سوء تعامل المدير والله بيئة العمل ما حيث تكلم عن البيئة العمل ولا عن المبايرمنت ولا عن هاي الأمور هاي كلها فأنا بعرف وين ابتدى الموضوع شو اللي يغير الإنسان يعني يغير توقعاته تجاه الوظيفة اللي هو فيها شوف في أكثر من عامل أول عامل إذا بناخذ طبيعة الوظائف أحنا طبعا عقب الحرب العالمية الثانية دخلنا في وظائف كانت معظمها وظائف مصنعية صحيح الناس يروحون لمصانع أو يروحون لإداء مهام جسدية كانت أكثر من ما هي مهام عقلية أنك في عدد معين من الساعات تنجز مهام معينة أو تركب لك كم من جهاز أو تصنع لك كم من سيارة أو غيره وغيره صحي هذا التعامل مع بيئة العمل ما يعطيك المجال أنك تفكر في أي شيء آخر آه أوكي أنت بسير أوكي عندك تاسكات أو وظائف معينة 1-2-3-4-5 خلصت خلص الدوام رن الجرس بترد البيت يعطيك فترة الاستراحة أنك يدو بتتغده وتأكل لك القمة وترد تكمل شغلك نزين هذا الجزية الأولى موضوع طبيعة الوظائف لأن الوظائف لأن الوظائف اليوم أصبحت وظائف معرفية تعتمد على مهارة العقل على التفكير على التحليل والدليل اليوم أنت أخذ لابتوب وإلى سيء مكان ترم تشتغل أو لا ترم تشتغل صح صح اليوم نحن نحن نعمل عن بعد والكورونا عزز هذا المفهوم أنك ترم تشتغل من أي مكان لأن اليوم وجودي يمكن الجسدي مش بذيك الحاجة مثل أيام قبل نعم ما أقول لك أنه يجب أن نعمل عن بعد طول الأسبوع وعلى مهم أن الإنسان قبل قليل تكلمنا وقلنا الإنسان كائن اجتماعي يجب أن يكون حوالينا ناس صح لكن حتى اليوم نجتمع في مكاتبنا كل واحد يالس على كرسية ومشغول في جهازة وظائف معرفية هذا واحد الجزية الثانية اللي خلتنا نركز ويد على مفاهيم اليديدة في التعامل مع الموظفين في هرم للإحتياجات اليومية للبشر هذا الهرم خلينا نقول قام بتأسيسه أحد العلماء النفسيين اللي يسمونه هرم مازلو أكيد سام هرم مازلو لو تلاحظه أنه يبتدي في القاعدة تأمين المأكل والمشرب والصقف والبيت وكذا وكل ما تصعد في هرم الاحتياجات تتغير الاحتياجات إلى أن تصل إلى قمة الهرم اللي هي حاجة في حب الذات أو حاجة في التقدير وفي مثل ما تقول المعرفة اليوم أحنا الحمد لله في معظم الدول وصلنا لمرحلة مستقرة من تأمين الحاجات الأساسية والمأكل والسكن وهذا هذا الأمر أصبح الحمد لله أمر مفروغ منه فارتفعنا في هرم احتياجاتنا كبشر أحين نحن نحتاج هل أنت تقدرني كمديري ولا لا هل أنا موجود في هالمؤسسة وحاسين بقيمتي ولا لا أصبح الآن التركيز على القيمة على وجودي على التقدير على التحفيز هاي المفاهيم خلقت الحاجة إلى إيجاد منظومة جديدة في التعامل مع البشر ليش كانوا قبل ما يحتاجون للتقدير نعم كانوا يحتاجون للتقدير حتى في أيام المصانع هم ما كانوا كائنات أخرى وتغيروا لكن طبيعة الحاجات نوعية العمل كانت مختلفة فبالتالي ما كان من ضمن أولوياتهم موضوع التقدير كان من أولويات أن أنا أدي اللي علي أساس باتشر ما يطردوني من المصرع وما عندي لقمة عيش حق عيالي صحي اليوم عندنا قوانين عندنا حقوق الإنسان عندنا نضج في المجتمعات المختلفة فموضوعني والله واحد بيعيش بدون أكل الحمد لله بشكل عام مموجود الحمد لله اليوم عندك نظام التعطل عن عمل وغيره وغيره يعني ممكنات كثيرة اللي ما تنزل بحاجاتك إلى قاعدة الهرم فحاجاتك هي موجودة في أعلى الهرم اللي هي حاجة تقدير الذات وأن الإنسان يكتشف أن يقول لك أنا موجود أنا مهم على هذا الطريق إذاك الله خير وضحت النقطة بطريقة ممتازة الفيديو المنتشر للشيخ حمدان خلال هاليومين أعتقد يوم كان عندهم مخيم القيادات كلمة الشيخ حمدان اللي قالها حق القيادات اللي كانوا موجودين في هاي بشرعة الرحلة كانوا مسويينها هاي كلامه جدا رائع وبيّن فعلا الجزء الإنساني في التعامل ما بين الرئيس والمرؤوسين القائد وفريق العمل يوم ياتكلم أول شيء بدأ بالشكر شكرهم كلهم شكورين بعدين انتقل قال أنا أخوكم حمدان وابتدى يقول يشرح يقول لك أن نحن ترى حمدان ما بفوكم وانتو تحد نحن كلنا شغالين لهدف واحد يا أخي الناس اللي تشوفهم أنا صراحة أنا أغبطهم يعني ما بسمي حسد لكن أغبطهم الناس اللي كانوا موجودين وخدوا هالكلام هذا نحن نحن نحفوز اللي نحن من شاشات التلفون هالشيء هذا نحفوز والله تحمسنا أنه فعلا نحن يا أخي لابد من أن نحن نكون فخورين بمثل قيادة مثل هاي تعطيك هالشيء الجزء اللي أنت تفضلت فيه الحين أنه يعطيك تعامل فيه من الإنسانية فهو يقول يقول حمدان ما فوقكم حمدان وياكم وسبحان الله شوف الناس والشباب والأخوان والخوات هاي اللي هم من القيادات موجودين أظن الله يذكر بالخير طحنون طحنون مرى بعنا بعد موجود هنا لازم نسأل طحنون نقول خبرنا عن هاي التجربة وما بحس ترى غابطينك هاي غبطة بس طحنون فشعور جميل وبادرة طيبة نابعة من قائد ليدر يعني ما بأي حد يسوي هالشيء هذا إلا هو ليدر أبا عن جد ليدر ففعلا يعني هذا الجانب لهذا وطبيعة العمل اليوم الضغوطات النفسية هي أكثر من الجسدية فطبيعي الإنسان يبحد إيجاب نفسيته البوصلة اليوم تغيرت البوصلة بدل ما تركز على الأثر الجسدي والتعب والأرهاق الجسدي تركز على الأثر نفسي فكلام صاحب السمو الشيخ حمدان اللي أنت ذكرته هذا عبارة عن يعني خارطة طريق للتعامل النفسي اليومي مع الموظفين صحيح وأرد أقول لك الحاجة النفسية هي حاجة أساسية وحاجة عميقة يمكن بنقول أنه قبل الناس يركزون بس على المأكل وعلى المشرب لكن إذا نرجع للقرآن والآية القرآنية التي تقول لك لو كنت فضا غليظة القلب لنفضوا من حولك معناته أن التعامل الإنساني والاحترام هذا صالح لكل زمان ومكان صحيح بيك مدير لا خلك على رسم وهم ما يونل بالعين الحمراء ما ينفع ممكن تكون في نتائج لكنها بتكون مؤقتة يمكن هذاك الفريق تحت الترهيب بيشتغل وبيأدي وبينتج لكن هاي الانتاجية ما بتكون مستدامة لأنه كانت تحت الترهيب وليس تحت الترغيب لكن يوم بيكون فيه ترغيب يوم بيكون فيه تعامل إنساني شوف أنت لك القاعدة شواذ أنت يوم تتعامل تعامل إيجابي أكيد في واحد ثنينة مثلا يمكن ما يلتزمون بالحضور والغياب أو بالإنتاجية وهذا موجود في كل الأحوال فأنا مبعسب أحط في بالي أقول لا أنا بستخدم أسلوب الترهيب عشان الكل يكون عصراته المستقيم وأتخلى عن المبادئ الإنسانية الأساسية للبشر أن يكون رحيم في التعامل وياهم أنت يوم تفتتح أي صورة في القرآن شو تقول استعيد الله وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله شو أول صفتين ربطهم بعمرة الرحمن الرحيم فهي عملية الرحمة عملية تعامل الإنساني التعامل مع نفسيات البشر اللي عندك سواء كان في بيئة العمل سواء ويا أسرتك سواء ويا الخدم والعمال المساعد اللي عندك في البيت أي كان وعلى فكرة اليوم احنا كل واحد قدوة في مجاله اليوم شيخ حبدان قدوة كرئيس لمرؤوسين و للقيادات انت بو عبد العزيز قدوة حق عيالك وحق أسرتك في البيت أنا قدوة حق مرضاي وكل واحد في مجاله صحيح صحيح اللي ذكرناه هذا ذكرني في تقرير كنت أشوفه لمنظمة الصحة العالمية فيتكلمون كانوا عن الدبريشن فيتكلمون عن الدبريشن ففصلوا الموضوع بطريقة أن مبكل دبريشن is a result of chemical imbalance أن في chemical imbalance يعني عدم التزان أو مشكلة داخلية في المخ أو في جسد الإنسان شيء عضوي يعني من داخل في دبريشن يكون سبب أمر خارجي مؤثر خارجي ومن ضمن المؤثرات مثلا يقول لك هم ذكروا موضوع الفواتير الفلوس مديون مثلا وهذا قد يكون هذا سبب للدبريشن المؤثرات الخارجية مثلا بيئة العمل فيا وتكلموا عن بيئة العمل ومدى تأثيرها على الشخص لأنه ممكن تصير عنده حالة اكتئاب تحول البيئة العمل هذه المسمومة التي عايش فيها أو مدير متنمر أو زملاء لا يساعدونك لا يبوياك تحسهم ضدك هذا قد يكون سبب الاكتئاب صحيح عسبتي اليوم في نقطة وايد مهمة أذكرها اليوم من من بركم هذا الأكثر من رائع سووا دراسة على مستوى العالم اسمها اسم الدراسة المناطق الزرقاء إذا سامع بها البلو زونز البلو زونز خمس مدن مدينة في اليابان مدينة في كوستاريكا مدينة في إيطاليا مدينة في اليونان ومدينة في أمريكا شافوا أن الناس يعيشون فيها أكثر عن أمية سنة وأعمار طويلة لأعمار بيد الله سبحانه وتعالى طبعا لكن لاحظوا أن هذين يعيشون أكثر عن أمية سنة وفي صحة وفي عافية جسديا ونفسيا واجتماعيا قالوا شسر شو اللي يميز هذين عن غيرهم هذين بعد بشر شراتنا ولاحظوا خمس أشياء مشتركة موجودة في هالدول الخمسة أو في هالمدن الخمسة أنا ولخصت هالوصفة في كلمة سعادة أحرف كلمة سعادة كل حرف عبارة عن مفتاح عبارة عن وصفة للإيجابية وللتعامل المتوازن سواء أنت كنت في بيئة عملك أو في البيت وغيرك وغيرك وهاي من الأمور التي تساعد ولاحظوها في دراسة أنها ساعدت في التعامل مع الاكتئاب والدبرشن اللي أنت ذكرت حرف الصين في كلمة سعادة سلامة لاحظوا في هالدراسة أن الناس مهتمين في سلامتهم الجسدية في هالمدن الخمسة يهتم في حركة اليومية أكله متوازن يشرب كمية كافية من الماء يرقد عدد معين جيد من الساعات ما يهمل صحته الجسدية نظرين حرف العين العلاقات شافوا أن هذين اللي عايشين في هالمدن الخمس أهم مرتكز عندهم العلاقات الإنسانية اليومية العلاقات اللي مش مبنية على وسائل التواصل فقط إنما العلاقات الحسية يعني حين أنا وأنت اليوم ياسين نسولف هذه علاقة حسية مش علاقة افتراضية عن طريق وسائل التواصل وغيرها هذا لها تأثير ما لحدود في عملية التواصل والراحة والاطمئنان لأنك تحس أن عندك حد لك سند عندك عزوة عندك ربع عندك حد من الأهل فمفهوم العلاقات الاجتماعية لترك تأثير كبير جداً على صحة هؤلاء وأعمارهم سواء كانوا في الأسرة لاحظوا أن هذين الناس لين اليوم عايشين في عائلات ممتدة اليد والأب والابن والحفيد كلهم موجودين في بيئات عملهم يفكرون بعقلية الفريق الواحد ما في موضوع تنافس وحسد وغيرها طبعاً الحسد وهذا موجود في البشر لكن القصد أنهم تغلبوا على هذا المفهوم ووصلوا لقناعة أن نحن كلنا نحتاج حق بعض حرف الألف عندهم أهداف واضحة في الحياة عارفين شي يبون ويمارسون هوايات معينة بشكل يومي وكل ما ينشي الصبح يسأل عمره اللي ساكن في هالمناطق الخمسة أنا شو المطلوب مني اليوم أحققه في حياتي أساعد حد أدي حاجة معينة أزرع أمشي مثلاً الغنم اللي عندي بعضهم اللي ساكنين في البادي وغيرة حرف الدال وهذه من المرتكزات الأساسية بتستغرب يا أبو عبد العزيز الدال اللي هي الدعاء والصلاة لاحظوا أن هالمدن الخمس مرتبطين بقوة أكبر بعضهم يمكن مش مسلمين لكن كلهم مقتنعين أنه في قوة أكبر تسير هذا الكون وهذه من أساسيات الصحة النفسية يوم أنت يكون عندك تسليم مطلق أنه مبكل شيء تحت سيطرتك ترتاح ترتاح لأنك ما تحاتي مشكلتنا اليوم في المحاتة وفي الدبرشن وفي التوتر إذا أنا سويت شذا وما استوى أنت سوى الباقي على رب العالمين السمات يوم يطلعوا على الصبح أيام زمان يدري كم سمتش بيصيد لا ما يعرف متوكل على الله يا سلام عليك متوكل على الله صحيح والباقي الله يدبره والتاء المربوطة في كلمة سعادة التطوع وهي من الأساسيات اللي مارسونها أصحاب هالمدن الخمس بشكل يومي اللي يطوع بذاته اللي يطوع بماله اللي يطوع بوقته اللي يطوع بعلمه وانت قلت اليوم شي يبالك بطل تليفونك افتح المايك سوي لك مقطع وانشره لا تشوف كم فالور عندك ولا كم متابعين عندك صحيح شوف شو من علم أنت عندك شو من ميزة معينة اللي أعطاك إياها وانشرها صحيح صحيح لا إذاك الله خير صراحة أنت لخصت كتاب البلو زونز بكلمة سعادة بعد هذا شي رائع سبحان الله في فلادلفيا يقولك في الخمسينات في منطقة في فلادلفيا اتقلت مجموعة من المهاجرين من إيطاليا سكنوا هذه المنطقة فيقولك يا دكتور في بداية الألفين استغرب من المنطقة هذه معظمهم الأكل يعني أكل إيطالي باستا وعين وخبز وبيتزا و باستا عندهم التدخين طبعا لا نشجع أي شيء من هذا كله ولكن الضريف في الموضوع لاحظوا أن عندهم أمراض القلب مقارنة بالمناطق الثانية أقل بوايد بلد برشور ضغط الدم الكوليسترول باسترول هذه الأمور كلها عندهم مشاكل لأنهم أوبيس أوبرويت ولكن عندهم السمنة ولكن مقارنة بالمناطق الثانية ووضعهم أحسن فالريال يقولك هذا تعب يجب أن يرى الموضوع هذا كيف سالف كيف لماذا نصل إلى النتيجة التي الآن تفضلت فيها التي انطرحت في كتاب The Blue Zones قال الذي لاحظ في هذه المنطقة وسكان هذه المنطقة أنهم لما انتقلوا من المنطقة أو القرية التي كانوا ساكنين فيها في إيطاليا نقلوا عاداتهم ما هي عاداتهم لا أعرف الشارع سألون على بعض عندهم هذه الدواير التي تستوي كراسي تنحط ويلسون ويسولفون هناك أحد لديه مشكلة منه؟ ما لديه؟ دعنا كلنا سنساعدة العلاقات هذه الأسرة الممتدة اليد واليد وعيالهم والأحفاد وهذه الأساكنين كلهم في بيت صغير فكلهم يسون على وجبة وحدة ويعرفون مثلا يبين على هذا اليوم شكله غير عن البارحة يمكن يالسياننا على العشاء ما لديك؟ ما فيك؟ ما المشكلة؟ ويحلون المشكلة نفسها فسبحان الله لاحظ هذا الشيء أثر على صحتهم مناعتهم هذا بالرد للكلام الذي أول شيء تفضلت فيه أنت المناعة هذه الأمور يا أخي لا نستوعبها ولكن يوم ترى أنت على أرض الواقع سكستي منتز كان لديهم برنامج أو حلقة كانوا مقابلين فيها أعتقد المعمرين جيد اللي هم فوق الأمية فوق الأمية تصدق أكثرهم؟ نسألوا هذا السؤال كلهم ما في واحد منهم كان يرد عليهم يوم سألوا عن التغذية وعن عاداتك الصحية ثلاثة أربعة عام يقول I live the normal life ما مشي على جدول معين أنا عيش حياة عادية ولكن كلهم واضح عليهم من شخصيتهم أنهم اجتماعيين ما في واحد من هذين اللي يطلعوا كانوا ريائيل وحريم واحد تحس أنه منغلق على نفسه وما يتكلم لا 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 أكثرهم من فتحين وسبحان الله إذا أنت أخذت هذه الصفة في نفسك أن أنت إنسان اجتماعي تحب تختلطي الناس وتأخذ وتعطي إياهم ما نظرهم تأخذ منهم الزين وتعطيهم الزين وتؤمن فوق هذا كله بأنه في في رب في الله سبحانه فوق في طاقة كل الأمر بيده سبحانه فوق يا أخي ترتاح ما في شي تحاتي ترتاح ترتاح بس مع ذلك اليوم دكتور أحيانا هذا موضوع مهم أبا أسمع منك عنه موضوع الدبريشن وموضوع القلاق يوم نشوف الإحصائيات الحمد لله مبعا لنا ولكن على مستوى العالم نشوف الدبريشن في تزايد زاد هذا الشيء بعد مع كوفيد معدل الانتحار فهي وايد من الأمور تبين أن نحن فعلا في العالم في عندنا مشكلة نفسية سابقا إذا بقول أنا قبل عشر سنوات بقول هاي المشكلة هاي موجودة عندنا بأي ناحية من ناحية أنه ما نتكلم عندنا مشكلة نفسية ساكت ما يقول إذا قلت عندك مشكلة نفسية أنت مينون لا لا هذا شيء يتغير يتغير حين هذا واضح عند الكل اليوم أنا أشوفه مستوى الموضوع مبعيب أنا ساير عند دكتور نفسي كأني ساير أقول عند دكتور أعظام كأني ساير عند دكتور أعصاب دكتور باطنية أنا ساير عند دكتور نفسي عندي مشكلة في تقبل في تقبل كبير من الناس بس وين تشوف الوضع أنت الحين يا دكتور شو هذا أو شيء خبرنا شو دبريشن لأن أنا وائد أسمع يقول والله أنا مكتئب اليوم شو دبريشن إذا ما نبتدي طبعا اليوم إذا ما ناخذ كلمة دبريشن أو كلمة الاكتئاب الاكتئاب أكون صريح وياك للأسف تم تداول الكلمة بشكل تسويقي كبير كلمة الاكتئاب هي كلمة إذا ما ناخذها من الناحية الطبية إذا أنا أفتح أي كتاب طبي اليوم الاكتئاب عبارة عن مرض مثل السكري مثل أمراض القلب مثل أي مرض أنت أي مرض لازم يكون فيه لمعايير معينة صح أو لا أنت ما بتقول حق واحد يعاني من السكري إذا كانت عند قراءة السكر رقم معين صحيح وعند أعراض معينة وكذا 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 صح هناك معايير نمشي عليها في الأدلة العلمية صحيح الاكتئاب مثل أي مرض آخر لمعايير في دليل علمي نعتمد عليه في أعراض معينة مثل واحد إذا يعاني من خلل في الغدة الدرقية يكون عندهم أعراض إحساس بالحار أو مثلا فقدان في الوزن وغيره 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 أيضا الاكتئاب لأعراض وهذه الأعراض سواء كان فقدان الاهتمام بأمور الحياة أو قلة في النوم أو زيادة في النوم أو عدم الإحساس الأعراض قائبة طويلة دوبة نأخذ مثلا أهم ثلاثة مثلا أهم ثلاثة رقم واحد عدم الاهتمام في أي شيء في الحياة اللي يسمونه lack of interest ولازم يستمر على الأقل لمدة أسبوعين بشكل يومي أن كل يوم عندها الإحساس بعدم الاهتمام في الأشياء عدم الاهتمام بأي شيء بشكل أي شيء والله أنا مهتم في ولدي لكن فاقد الاهتمام في الأشياء الباقية هذا ليس بكتئاب أوكي عدم الاهتمام في أي شيء خلص أنا فاقد الرغبة أن الحياة لا لها طعم يقول لك الحزن المستمر وبشكل يومي عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية لا يمشط شعره لا يمهتم في ملابسه ملابسه رثه النوم يرقد زيادة يرقد أقل الأكل ممكن أن يأكل بزيادة يأكل أقل فهي عبارة المجموعة من الأعراض لازم نستمر على الأقل لمدة أسبوعين بشكل يومي الطبيب سواء كان طبيب الأسرة أو الطبيب النفسي يلسويا هذا الشخص يحلل ياخذ المعلومات بشكل كامل ويشوف الظروف المختلفة قبل ما نقول أن هذا الشخص يعاني من الاكتئاب فالاكتئاب هي كلمة لا أستطيع استخدامها لأنني مضايج اليوم لا أريد نفس يا أخي أنا في الدوام مديري أعطاني مهمة وأنا من ثلاثة أيام لا أريد نفس أكل ولا أطلع ولا أشوف أحد أنا مكتئب هذا ليس باكتئاب خيضيجة معظمهم دكتور اللي فيهم اكتئاب ما يقول لنا فيه اكتئاب ممكن نعم ما يقول ممكن ما يقول لك كثير أنت تشوف من تصرفاته تحس أنه فيه في شي غلط في شي هو مبعى لبعضه يقولون لك الأهل اللي حواليه أو الناس اللي متعودين عليه أن هذا مش نفس اللي نعرفه الريال شهرات قبل متغير علينا بالضبط وبعض الأحيان القليلة ممكن الاكتئاب يكون من خش تحت عراض ثانية بمعنى كله يعاني بتعب صداع مستمر ويعفل جسم مستمر وسوى الفحوصات الفيتامينات والهرمونات ومادره شو كله طبيعي والموضوع مستمر 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 ماذا شو اللي يخلي يحس بهالإحساس لأنه في داخله منكر يقول لك لا أنا ما فيني شي أنا بس جسمي يعورني برغم أنه يدري الداخله يومي لس بينه وبين عمره في شي مضايجن لا بس حين يومي يفحص مثلا فلنفرض واحد عنده تعب دائم خمول آلام يمكن في الجسد ويسوي كل الفحوصات وما يطرع شيء في الفحوصات يعني يبين أنه هذا السبب الألم ونحن نقول أنه هذا يكون سببا لا نستطيع أن نقول على طول لازم نتابع فترة ونعطيه مثل مثل الدايري أو مثل المفكرة سجل العراض متى أكثر شيء تيك العراض أول الصبح آخر الليل طول اليوم نزين وتلاحظ وتسأل في نفس الوقت هل أنت مهتم في الأشياء الثانية هل أنجست شيء معين هل أنت يستضحك تسأل حد من اللي حوالي شوفونا يضحك وياكم إذا يضحكوا أموره طيبة هذا ما باكتعب فالعملية هي نوعا ما عملية خلينا نقول تعتمد على معايير أحنا اللي اليوم نشوفه ضيجة قلق القلق ترا في أنواع فيه قلق مرضي اللي يحتاج العلاج وغيره وجلسات وكذا وفيه القلق اليومي نحن اليوم محاتاتنا اليومية أبو عبد العزيز هي اللي مسيطرة علينا هي اللي مخلتنا نفقد تركيزنا ليش؟ واحدة من التحديات أن اليوم أنت عندك منافذ المعلومات لا حدودة لها يعني كل شويتك معلومة كل شويتك خبر اليوم أنت متعرض لجميع أنواع الأخبار المختلفة التي حواليك هذا التعرض الكبير للأخبار سواء كانت سلبية أو الإيجابية وطبعا معظم الأخبار التي تلفت الانتباه للأخبار السلبية صحيح المقارنات اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي لم تكنت موجودة قبل أنا قبل ما أدرت أين مسافر وين ساير وين ياي اليوم أعرف أنك أنت مسافر للمكان الفلاني لأنك أنت بغيت تشارك الموضوع هذا سواء مسافر على درجة أولى ولا درجة سياحية هذه أمور المفروض لا تعني لي شيء لكن هذه الأمور ستأثر في الناس يرون يسافر عنده بيزات مبانا أكرف من متى ومدير مام سولي سالفه مام رقني فالموضوع يبتدي يكبر 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 لا شعوريا ويتبلور بدون ما نحس أن هذه أمور زائلة مش هي الأساس اللي بتتم على المدى الطويل حين اللي تفضلت فيه دكتور ممتاز جدا ومثري للعقل أنه نحن نفهم اليوم أنه في عندنا مشكلة نسمها صحة نفسية واكتئاب وغيرها من الأمور ولكن اللي نحن نحسه الحين في هذه الفترة استوى عالميا أنه في نوع من المبالغة والتضخيم أو استوى موضوع الاكتئاب كأنها شماعة أي حد يحس بأي إحساس أو يبقى يتهرب من شيء يقول والله أنا مكتئب ما يسوي شغلة ما يهتم في مسؤولياته اليومية وواجباته والله أنا عندي اكتئاب ما يهتم في هذا الموضوع؟ قبل ما ننطلق في هذا الموضوع أو نتكلم عنه وين الموازنة وين البلنس الموجود وهل إحنا مهم نتكلم عن الصحة النفسية بالطريقة المطروحة حاليا أو لا دعنا نرجع شوي للوراء الإنسان عبارة عن كائن عبارة عن جسد وروح الجسد فيه عظام مختلفة والروح هي عبارة عن المحرك لهذا الجسد تمام طبعا لين اليوم احنا كثير من الأسرار ما نعرف عن جسم الإنسان ولا عن هذه الروح وما أتيتم من العلم إلا قليلا العواطف اللي موجودة فيها الروح الحزن الغضب الشهوة الخوف الشجاعة وهلما جراه كل هاي المشاعر اللي موجودة لها هدف لها غرض معين على أساس أن الإنسان يقدر يواجه فيها معتركات الحياة متطلبات الحياة على حسب الظروف المختلفة فأنا إذا فقط عزيز شو أسوي؟ أحزن إذا يا لي مولود شو أسوي؟ أفرح وهكذا قبل يمكن كنا في مجتمعاتنا أي حديب كلمة صحة نفسية أو اكتئاب أو توتر أو قلق مثل ما قلتك في حديثك بينعتون هنا مينون أو في مس أو حد محسود فكان المجتمع مول ما يتكلم عن هذا الموضوع أو كان يخشون الأمور تحت الطاولة وتكبر التحديات وممكن تؤدي إلى مشاكل ومضاعفات على المدى الطويل سواء كانت مشاكل أسرية أو مشاكل نفسية وغير 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 اليوم انتقلنا من المرحلة اللي ما نتكلم فيها إلى مرحلة أن نتكلم في كل شيء وعن كل شيء وعلى أقل دقة أنا ما الضائج على أقل موقف أنا ما عايبني طلعنا من على قولتهم إكستريم إلى إكستريم آخر على قولتهم دقني بنقع الإنسان لازم يكون في مرحلة الوسط الله سبحانه وتعالى يوم خلق هذا الكون وخلق هذه الأرض وأوجدنا عليها فيها نواميس فيها سنن إلهية النبتة أنت يوم تزرعها تستوي في يومين؟ لا لا تستوي في يومين يبالى وقت ونفس الشيء التحديات اللي موجودة في علاقاتنا اليومية الابتلاءات اللي موجودة في تعاملاتنا مع البشر أو في المواقف المختلفة هي عبارة عن جزء من تجاربنا في الحياة ومن الإختبارات اليومية اللي نمر عليها إذا أنا على أول موقف أتطلق أو على أول موقف أستقيل أو على أول موقف أتضارب وبتشت الحد أو أسوي جريمة معينة الدنيا لا تمشي بهذه الطريقة صحيح هل معنات هذا؟ ما نتكلم عن الصحة نفسية؟ لا 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 دعنا نتكلم لكن دعنا نعيد أن أصل إلى مسارها الصحيح ونقيم هل هذا الموقف يحتاجني أضخمة وأكبر أول أسوي لطاف؟ هل هذا الموقف بيأثر على علاقاتي على أموري؟ مثال يمكن خبرتك وإحنا قبل شوي ياسي نتكلم بنتي نزين يأتني في أحد المواقف في البيت كانت مضايجة من شي معين وتكلمت عنه وقالت هي نحن الوحيدين لكذا كذا 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 تقارن مقارنة كان هناك مقارنة نعم حين أنا كرب الأسرة عندي أكثر من اختيار عندي اختيار أن أقول واح ليلها مضايجة دعني أسأل شو بلاج ليش كذا أو أعصب عليها كيف تتكلميني يا أبوج وما تحترمين وكذا أو أسوي طاف أسأل طاف فأنا أسأل طاف للموضوع ستقول أنت ما كنت مستمع لها وطنشتها لا لا هناك موضوع الذكاء العاطفي هناك موضوع الوعي الذاتي في التعامل في كل من قالت أنا أسأل طاف لها الكلمة ثاني يوم يوم نشينا ولكن في شيء وكانت البنت على طبيعتها وكذا وهذا لأن الإنسان عبارة عن مشاعر هرمونات فوق هرمونات تحت كذا كذا فأنا أقيم كل موقف موقف ما عيبني من مديري سوي طاف مرة مرتين ثلاث يعني شو ما أطالب بحقوقي أبا ترقي لا 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 لكل مقام مقال هل أنا يالس أستخدم الأسلوب العقلائي في التعامل هل أنا سأترفع عن مواضيع معينة؟ نعم في ظروف في ابتلاءات معينة تستوي ممكن تخليني أحسن وهذا الحزن ممكن يؤدي للاكتئاب الشديد لأن يمكن أنا عندي قابلية وراثية أو عندي غيرة لكن هل أنا واعي وعارف المسار اللي أنا متخذينه ولا لا؟ وإذا نعم حستني أنا يالس أمر في مرحلة مرضية من الاكتئاب أو مرحلة مرضية من القلق أطلب المساعدة وأصبح عند الدكتور النفساني لكن القلق اليومي هذا ما يعتبر مرض إنه لازم أصير أركض وألجأ وأطلب المساعدة تريد أن تطلب المساعدة؟ العمل هي وائد سهلة أعطيك وصفة أعطيك طريقة مجانية لطلب المساعدة أبو عبد العزيز آخر الليل أفرش السيادة والجأ إلى رب العالمين وقل يا الله أنا عبدك أنا موجود عندي هذا التحدي عندي كذا ساعدني نحن اليوم هذه العلاقة يمكن موجودة نعم أنا أصلي في وقتي وأصوم وأصير الحج واعتمر وكذا لكن هل عندنا علاقة حب وعشق مع رب العالمين لأن هاي بتشيل إذا ما بقول لك كل التحديات معظم التحديات النفسية اللي نمر فيها يوميا ممكن تمتصها وتشيلها عسبجي عندنا هالمحطات إعادة الشحن بالإيجابية اللي هي الصلاة صلاة نعم لكن احنا أول ما نصلي على طول ونفكر شو بتغدى ووين بسير ووين بي هذا ما بنت تصلي تفكر وإذا ما بنت تصلي نحنا ما نكون مثاليين صحيح لكن الفكرة اليوم أنا عندي أدوات موجودة بين يديي لكن ما يستخدمها ما يستخدمها ما يقول هاي أنا استوالي هذا الموقف أنا ما تحمل هذا الريال طلقوني منه الحياة تمشي بمفاهيم وكلمة السر تدري شو إلا احنا ما يالسين ننتبه لها أو متنشينها الصبر صحيح لأننا نحن عايشين برثم سريع رثم سريع لأن كل شيء نحصل تبع بترول تضعه بالتطبيق بيوصل لك البترول لكن بيوصل لك أرجع أقول أنا دور السوشيال ميديا كبير في هذا الموضوع لأننا نظارينا على كل شيء short 20 ثانية 30 ثانية دقيقة بالكثير ننتقل الموضوع اللي بعد دقيقة بالكثير ننتقل الموضوع الثاني الموضوع الثاني لذلك أنا أرى أحد الأشياء التي نجحت البودكاست في العالم بشكل عام أن يضع هذا الشيء لأنني يجب أن ألتزمه بوقت معين ودعني أعطيه لا المشاهد يبقى أول 20 ثانية وبعد 20 ثانية لا 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 البودكاست يرجع لطبيعتك الإنسانية اللي هي النقاش المطول هذا اللي فيه نحن نتكلم ونأخذ راحتنا سبحان الله قلت كلام جميل يعني الموضوع أنك المثال اللي ضربت أنك تفرش سيادتك وتصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ذكري فإن له معيشة تنضنكا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنضنكا هاي لخصت ستكون يعني هاي تلخص وايد أمور بس حين دكتور يوم بنتكلم إذا نحن نقول كطبيب كطبيب أسرة من الأمور اللي وايد من تشرة موضوع البانيك أتاك وايد من الناس مثلا ما يعرفون البانيك أتاك ولكن بشكل عام مثلا إذا نحن بنلخص بدون ما ندخل في هذا بتفاصيل لأن شخص عنده ضيق تنفس يتعب مثلا فجأة عنده صعوبة في تعامل مع مثلا الزحمة أحد مننا في اللفت أحد عنده مشكلة في يوم يصير مثلا يسوي التحاليل وعندي مشكلة في القلب حد منهم يتوقع أن أنا عندي هذا يعني هذا يعني ما يكون في أي شيء لكن الموضوع يكون ما يقول بانيك أتاك في يوميك واحد عند البانيك أتاك مثلا أنت كطبيب أسرة ما توجيهك له ما تقول له كيف تتعامل أيام السؤال حلو نوبات الهلع أو البانيك أتاك أخبرت هذا لا أدري ما يصبح محمد طفها أو خفوا نحن كاملين محمد محمد أجمع أعرفكم محمد نوبات الهلع إذا نتكلم عنها أحيان أخاف لكن يستوي لأنا بانيك أتاك بانيك أتاك بانيك أتاك عند محمد عند محمد استوى ما أقدر لا أوقف ولا شيء يا دخل انزين شوف هذا مثال عملي على البانيك أتاك موقف استيوفجأة وأنت لا متوقع عنده انزين فاللي عنده القابلية على طول بيتحرك من أمكانه وبيحس أنه خلاص جنة الدنيا بتتسكر انزين انزين طبعا نحن في البداية نتكلم عن نوبات الهلع اللي هي عبارة عن إحساس فجأة نطيجة نصخ وقلبك يدق بسرعة وتحسجنك بتغرق وإلا بتطيح من أمكانك وإلا بتدوخ وكذا وهذا في بعض رحيان يكون سبب عضوي خلل في عمل هرمون اللغة الدرقية أو نقص في مادة معينة أو يعني يكون سبب بس شخص خلاص كل الأشياء هذه العضوية تحيك عليها ما في شيء خلنا نقول فأنتييت خلاص عندك قناعة 100% this is panic attack هاي يوم نوصل لهذه المرحلة أن يستوى عندنا قناعة أن الموضوع متعلق بنوبات الهلع على حسب معرفتنا العلمية الحالية هنا طريقة النقاش مع المريض تتحول إلى coaching آآ كا تتحول إلى توجيه التي يسمونها باللغة العربية لا يستخدم نظام التوجيه أي في اليوم الطبيب يجب أن يكون لديه مهارة التوجيه في التعامل مع المريض لأن العلاقة المتعارفة عليها الدكتور يكتب له الوصفة الطبية على المريض خذ هذا بتستوي اوكي ويلا مع السلامة وانت عندك نوبات هلع انزل خذ هذا الدواء بيخف عنك الهلع وابتعد عن الضغط النفسي وكل زين ورقة زين لا 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 هذا ما ينفع الانسان اللي يعاني من نوبات الهلع يقول لك انا ما اقدر حزتها الدنيا تتسكر مارو ما تصرف موقف استوالي فجأة الطيارة تتخر او اللفت علق عطني ادوات عطني حدول كيف تصرف هني اني لي موضوع الحديث مع المريض ان نقول لها هل انت مستوعب ان هذا اللي انت تعاني عبارة عن نوبات هلع انت هذا شو تعتقد فتبحر وتدخل ويا المريض وتطلب منه انه يكفي كم من جلسة وتحاول توصل لمرحلة من الاتفاق معه انه مستوعب ان هذا اللي انا يا لسعاني مش عبارة عن جلطة قلبية هذا عبارة عن نوبة هلع هذا بداية المسار بعدين ايه السلوك التدريب المعرفي وكيف تقول حق هذاك الشخص ان اثناء النوبة كيف تغير طريقة تفكيرك كيف تمارس بعض عمليات التنفس عشان تهدي من الاستثارة الجهاز العصبي وكيف تحاول انك تكون عقلائي انك تروح وتتصرف انا علاقت في اللفت في رقم باتصل عليه في مكان معين كذا بسوي كذا او بغير يعني بعض الادوات والاساليب لكن الفكرة اليوم في نوبات الهلع احنا لازم نعطي للمريض او للشخص اللي يعاني من هذه النوبات خارطة طريق واضحة ان نبين له ان هاي المرحلة اللي هو يمر فيها مرحلة مثلا ممكن تكون مؤقتة ونحاول نوجد السبب الاساس يمكنه عنده مشاكل اسرية ممكن عنده مشاكل في بيئة العمل هذه جزئية دكتور أباك تأكد لي عليها فالحين اللي انا فهمت من كلامك ولي فهمت من الموضوع اللي ذكرناه اول شيء نظمة الصح العالمية اللي تكلموا عنه في موضوع الدبريشن بس انا نشوف هذا بعد لها علاقة في موضوع الانكزايتي او موضوع البانيك اتاك والقلق ما بشرط دائما الشخص اللي عنده بانيك اتاك يكون سببه عضوي صح مشكلة في غدة ومشكلة في شيء داخل في دماغه في جسمه ما بشرط دائما يكون هذا فبالتالي ما بدائما العلاج هو دوة صح قد يكون العلاج مثل ما انت تفضلت توجيه كوتشنج في سلوكيات في طريقة تعامل اني انا انظر الامور بعقلانية مثل ما تفضلت مثلا مثال اللفت وقف اللفت انا حين اوكي شو بسوي مثلا عندنا ناس يخافون من الاماكن المغلقة فيما يدخل النفق يدخل في بانك يبتدي خاف يتوتر انا عرف شخص ما يقدر يسوق في نفق استحيل يسوق السيارة في نفق يتعب لكن اذا انا بيب افكر بعقلانية اوكي فيه طريقة انا مثلا اخذ الدوة المهدئ بيطلعه من النفق هذا بيقدر يسوق وامورة طيبة ولكن فيه طريقة ثانية ان انا افكر بعقلانية اوكي شو اللي بيستوي اذا انا دخلت النفق هذا شو اللي بيستوي ممكن اذا انا هديت طبعا هذا قد تتفاوت الحالات من الناس لا يستطيع ان يفكر يقولون ان انت تتكلم انت لا عندك هذه المشكلة انت ما تعرفون ما انا احسه لا تحسن ان احسه ولكن ممكن نسبة كبيرة من الناس اذا انا وقال صح والله تعال هي عملية ممارسة بثل ما انت تدرب في الجم هذا تدريب عقلي انك تتصور الموقف وتقول انا شو سأسوي في هذا الموقف شو اللي ممكن يستوي اذا انا سويته شو اسوأ شي بيستوي ايوه ايوه زينزا اندرو هوبرمن من الناس الذين تابعهم اندرو هوبرمن عنده مجال تخصصة اذا سمعت عنه دكتور اندرو هوبرمن باحث في مجال الدماغ والعقل فكان حاط مجموعة من سواء وصفة للناس وصفة السعادة وكيف ترفع من شعورك الإيجابي تجاه الحياة وتكون سعيد قدر المستطاع حاط مجموعة من الأشياء من ضمنها اذا اذا اذكر احنا صح الأمور اللي ذكرها يقول لك اول الصبح من الأمور اللي تساعدك ان انت ترفع السيروتونين وترفع المود هذا اللي عندك ان كنت تشوف الشمس النظر بطريقة مباشرة الى الشمس لا يمكن ان يطري شمسا او شمسا او شمسا انا احنا غير لا يمكن ان تنعمي الله يحفظ الجميع ولكن هذا اللي هو يقوله النظر الى الشمس يعطيك هذا الشيء وبعدين ذكر جزئية انت تفضلت فيها وتكلمت عن الـ Blue Zones الناس اللي عندهم هداف فيقول حطلك هدف وان كان بسيط على سبيل المثال بيجمع شيين في شي واحدة الحين بيحط له هدف وبيحرك الدورة الدموية بينشط دماغه شو اللي يسويه يقول انا كل يوم اقوم الصبح وحطلي هدف 10 minute walk تمام خلاص انت دماغك بيكون فيه هدف وانت هذا وفي عامل تحفيزي عندك وانت بعد ما بتنجز منو ما عنده 10 دقايق اول الصبح 10 دقايق ما عندك كل حد عنده بتمشي على تردمل ولا بتمشي حول البيت ولا في حول البيت you can do it الشعور ما بعد هذا جميل لان انت حطيت لك هدف وأنجزت تك فتكون بدايتك قوية نفسيا انت تكون ستيبل انا أنجزت شي حينه اوكي يلا اللي بعده وقيس على ذلك بحط اهداف ما تعلق في الدوام بحط اهداف تعلق في في علاقاتي الاجتماعية الأسرية وغيرها وقيس على ذلك بعدين شو قال موضوع الانترمتدد فاستنج الصيام المتقطع فيقول الصيام المتقطع لاحظوا الناس اللي يستخدمون الصيام المتقطع وكذلك هذا حينما يسري على الكل حد من الناس يوم ما يأكل الصبح بيتعب الكورتزول ويضايج ويضارب فالناس تتفاوت في تقبلهم لذلك ولكن الأغلبية يأخذون موضوع الانترمتد فاستنج وجربوه عليهم لاحظوا أنه هناك أثر إيجابي عليهم أنا من ضمنهم دكتور أنا كنت أخذ مثلا في وضعي العادي قبل أن أجرب الانترمتد فاستنج على الساعة التسعة طبعا تريكت أنا طلعت من البيت وصلت الدوام على الساعة التسعة عشر أبدأ أحس شيء أنا حين أفكر ما الذي أكله خلاص اليوع أتم أن هذا الشيء يحركني تركيزي يقل 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 أكل ما هو المالي المالي يوم مثلا ساعات أنت تشغل في الاجتماعات وغيرها فما يمديك تأكل فهذا الشيء يبدأ يأثر ويكبر على النفسية على نفسيتك على تركيزك وماذا يفعله جربت الصيام متقطع أول يومين صعبين طبعا أنت تتدرج تأخذ آخر وجبة ساعة التسعة مثلا وتقول أنا ما باكل لين الساعة عشر ثاني بعدين ما باكل لين الساعة ثانية ثانية والتمدل الموضوع هناك ناس يأكلون واحدة واجبة وحدة في اليوم هذه هي طريقتهم في تغذية الجسد الصيام المتقطع لكن بعد ما استمرت على هذا الموضوع أنا هذا تقريبا نقول خمسة أيام في الأسبوع صيام المتقطع أنا نفسيتي ومودي أفضل بكثير من اليوم أنا كنت مثلا في أتريق الصبح وخبز وجبن وبيض وكروسون سواء كان أكل صحي أو غير صحي بيض بيض إذا أكل أو إذا أكل كروسون والأشياء الفنانة الثانية الأشياء الحلوة لكن لاحظت أن أنا يوم أتريق مثلا وأكل واجبتي أكون في موت ليس بها لكن الصيام المتقطع أعطاني فوكس أكثر أعطاني أتزان أكثر في مخي لأنني أعرف خلاص أنا برمجت مخي أنا لا أكل أنا عندي 18 ساعة أبا سكرهم وخلاص وانتهى الموضوع فهذا من ضمن الأشياء التي ذكرها أندريو هيوبرو فشوف بناء تعليقي على موضوع الصيام المتقطع اليوم الإنسان يدور طرق مختلفة على أساس أنه يعزز من صحته ومن عافيته نعم ولو نحن نرجع ونشوف بعض السنن الموجودة مثلا صيام يوم الأثنين صيام يوم الخميس صيام أيام البيض صحيح فهذه السنوكيات موجودة صحيح لو نبحث فيها في إقعاداتنا وفي تقاليدنا صحيح والفكرة كلها منها هدف واحد كلوا واشربوا ولا تسرفوا صحيح هي عملية الإسراف المستوي عندنا في عملية عدم وجود نظام جدول مرتب للأكل هذا تحدي كبير في الصيام المتقطع يعني سيعالج هذا الموضوع أن يأكل أي وقت وأي شيء اللي أباه الجزئية الثانية اليوم اللي مرتبطة أيضا بأكلنا واللي مؤثر على مزاجنا واللي ممكن تكون أحد عوامل البانكاتاك والقلق على فكرة تدري شوه اليوم كثير من الوجبات اللي ناكلها تحتوي على يعني على مواد مصنعة المواد المصنعة سريعة الامتصاص ترفع السكر بسرعة وتنزلها بسرعة ف أنت يوم ترد وشوف الخضرة والفواكن اللي هي أكل الطبيعة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها لنا نلاحظ دائما فيه أن امتصاص السكر يكون بطيء الإحساس بالشبع يكون أفضل بتاكل كمية قليلة بتشبعك وبتملي معددك ودخول السكر في جسمك يكون بشكل بطيء فبالتالي ما يعطيك هذلك اللي يسمي شقر رش فما بتحس بإحساس الطاقة الفجأة وبعدين تنزل عندك الطاقة هذا السبايك والصعود والنزول هذا أيضا ليه علاقة بالأكل لأن عاداتنا تغيرت اليوم الأوليين كان أكلهم الأكل الطبيعي أكثر من المصنع عسبجي ليش اليوم يقولت مثلا حاول تركز على الحبوب الكاملة أنه خالد هو الأسمر بدلا ما يكون الأبيض أو هذا لأن أنت كلما تأكل شيء قريب من الطبيعة معنات أن الله مسوّنه عساس يناسب حاجتك حساس يناسب طريقة تعامل الجسم والعضاء المختلفة مع ذيج الوجبة مش غلط أني أنا أضيف أبهارات أو غيره أو هذا لكن هل اليوم نحن يالسين نكثر من الأكلات المصنعة ونكون صريحين اليوم في بيت ما في مثلا النقانق أو هاي الأمور اللي هو مصنعة لكن هذا للأسف يوم أتي وتشوفها تأثيرة على الجسد مش تأثير الطبيعي لأن هذا مش أكل طبيعي فعوامل متداخلة يعني اليوم أنت تفضلت وذكرت موضوع السيان متقطع وموضوع التحفيز فهي عملية متداخلة أنا لازم أحفز ويكون عندي هدف في نفس الوقت لازم يكون أكلي منتظم في نفس الوقت لازم يكون عندي علاقات اجتماعية زينا نرجع لمنظومة السعادة التي تكلمنا فيها علاقتي ويا رب العالمين هل أنا مثلا عندي اطمئنان في تعاملي اليومي هل عندي قناعة هل أنا اليوم هل معنات القناعة أني أنا ما أكدح في شغلي أو I don't go for the best لا ما مشكلة Be the best in your profession لكن لا تربط بمقارنات لا تحاول تثبت لأحد أي شيء إذا أنت عندك عقد في الطفولة أن أبو يومي لم يؤمنون فيني أو أعمامي أو غيرها وكانوا دائما يقولون أنت ما تعرف وانت كذا فأنت تكبر لا شعوريا أنت تثبت للمجتمع رأي أنت تتحروني أنا لا أفهم شيء رأي أنت تتحروني أنا لك أنت الكسول ودائما المدرس كان يقولي أنا غبي رأيتوا كيف اليوم أنا السيئو والمدير التنفيذي لهالشركة هدي أنت اليوم ما يتثبت لأي شيء حاول تتخلص من ذيك المرحلة كانت مرحلة وعدت خليكن في تصالح ويا نفسك اليوم حاول أنك تشوف هذا الشيء اللي أنا سأدي هل يا سافيت في البشرية المجتمع اللي حوالي هل قادر أغير في حياة فرد من الأفراد اللي حوالي لأن هذا اللي بيتم لنا على المدى الطويل حسنا تكون the best be the best but don't be attached to it في مقولة ليس الزهد أن لا تملك الشيء إنما الزهد أن لا يملكك الشيء صحيح صحيح بصدق نزاك الله خير إذا إذا حين ما شاء الله تكلمنا في أمور وايدة واستمتعنا وياك أعتقد هاي محمد أطول حلقة نحن سبعناها صحيح الله نعادي ما شاء الله ما حسيت أنا صراحة أنا حين توعي على الستوب وهذا حين أنت حسبته في رأسي يقول ما شاء الله طولنا وما حسينا بالوقت إذا إنت حين دكتور وطلبت منك خمس نصائح لأنت كطبيب أسرة كدختر الفريج ما هي الخمس نصائح التي تعطيها حق الناس اليوم كبيرهم وصغيرهم قبل ما نتكلم عن الخمس نصائح دعنا نقول نحن الرقم الواتساب ما ذكرنا رقم نختر الفريج محمد نضع الرقم في الحلقة نضع الرقم نضع الرقم نضع إن شاء الله نضع فقط نحن بشكل عام لكن يمكن أقول لك أنا أتأثرت بمنظومة المناطق الزرقاء أو البلو زونس وأرد وأقول أحرف كلمة سعادة هي خمس أحرف وهي خمس نصائح الصين السلامة هالله هالله بإدسامنا بس نكون متوازنين لا ندخل في دوامة أنه والله كل شهور بفحص ولا أني أطنش أنا والله ما بفحص عشان ما أعرف شو بلاي ولا الله كانت بنا بيستوي دكتور تسمح لي أوقف لك على هاي النقطة أنت اللي تفضلت فيها حين لاحظت أن أنت وايد ذكرت كلمة اتزان كل شيء ذكرنا حتى في موضوع الدبريشن موضوع الاكتئاب وغيرة دائما تذكر تقول مثلا إذا كان حزين طول الوقت فبالتالي هذا عنده مشكلة إذا كان مثلا يأكل وايد فوق حاجته أو يأكل أقل عن حاجته كله اتزان سبحان الله متى ما كان الاتزان هذا موجود في الشخص وايد من الأمور تنحلها أوتوماتيكيا سبحان الله ويني الصعوبة لأن الاتزان ما تقدر تقيمه بشكل سهل صحيح أنك تكون وايد وسواسية أو تكون غير مهتم أسهل منك أن تمسك العصة من النص لأنك تقول كيف أقدر لأنك باتشر أنت تأخذ المسؤولية صحيح فيما حينما أقول نحن سلامة عندما تتحدث عن الحرف سين سلامة ما بمعناته أنت كل يوم في الجيم ولا 24 ساعة تأكل أكل صحي لا نحن نبا موازنة ما بين أنك أنت تحاول تأكل أكل صحي معظم الوقت فرانك شامروك محمد يأشر لي الوقت جيد فرانك شامروك من أعظم الرياضيين في مجال MMA الشباب اللي في MMA يعرفونه ما كان يقوله ماشاء الله حين عمره يمكن في الستين ما يقوله أو ما يقوله يقول I eat right most of the time جيد بسيط most of the time فنحن نقول موضوع السلامة أنه نحن يكون فيه تزان الرياضة أكل الصحي طبعا نمشي لحرف العين موضوع العلاقات هالله هالله في علاقات والد عمتي قبل أسبوعين عمره 62 سنة ساير هايكينج في غرفك كان فجأة جلت قلبية وتوفى سبحان الله أظن أن خبار حتى تنتشر في السوشال ميديا قبل فترة الله يرحمه أنت ما تدري من ومن اللي حولك ممكن تفقد في أي لحظة صحيح لا نبخل بالتصال في الخالة أو في العمه لا نبخل بزيارة الأحد ما شايفين من الزمان الأم والأبو الأم والأبو هذا أمر مفروغ مننا إذا مقصرين ف مقصرين في هذا في الأم والأبو هذا خط أحمر موضوع العلاقات هي من المنابع الأساسية التي توفج الإنسان حتى في حياة صحيح نذهب لحرق الألف طبعا أهداف الحياة والهوايات هذا كل واحد أهداف وإن كانت بسيطة حتى لو بسيطة ليس لازعنا بني برج أو أنجح أسوي البزن وستطلع منه ملايين لا 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 كيف أنك تسعى كيف يكون لديك شيء يحرك بشكل يومي نزين حتى لو تقول أنا أتعلم هواية يديدة يا سلام قلت أسوي شيء واحد مثلا أنا أعود نفسي أكل وجبة صحية مرة في الأسبوع صحيح أهداف بسيطة أو أنا مثلا اليوم بحط لي هدف كل يوم بمشي لي 15 دقيقة خلص كل يوم بمشي لا وخلنا لمدة أسبوع لا تتجل على عمرك مثلا خلنا بسيط صح فموضوع الهداف هذا أيضا يساعد بعدين عندنا طبعا من الأمور المهمة جدا جدا موضوع الدعاء والارتباط برب العالمين هذا لو بنتكلم عنه بودكاستات ما بنخلص منه وننتهي بحرف الدعاء إلا هو موضوع التطوع فهلا هلا إننا نعطي من علمنا ومن وقتنا هلا هلا نعطي من وقتنا ومن علمنا ومن اللي نعرفه للبقية وما نبخل لأنه أنت بتقول لا أنا إذا مثلا خبرت عن أسرار المهنة بيأخذ أمكاني ما في حد بيأخذ أمكاني حد الله سبحانه وتعالى هو الرازق العليم لكن أهم شيئين اثنين أبا أذكرهم القدوة نحن وائد نتكلم لكن يمكن في الواقع ما نطبق جزء من اللي نتكلمه هل أنا الصدق يا لست أطبق اللي ياسا أقوله الحين وأنا أسأل نفسي قبل غيري وعلى فكرة كل ما أنا أتكلم في هالمواضيع أريد أذكر نفسي استوالي موقف بخبركي على السريع ويحد من الصغارية كان يباني أشاعده في مشروع وذاك اليمن كنت مشغولة على اللابتوب وشوي بحدية قلت لبعدين تعالى أنا مشغولة الحين وقف جدامي وقالي بابا أنت تتكلم على إيجابية يا تشي تكلمني أثر فيني وايد هل أنا الصدق كبر مقتنع تقولوا ما لا تفعلهم ورقم الثنين الله يخليكم لا تقارنون لا تقارنون لا تقارنون وقفوا مقارنات قارنوا الأشياء الزينة لكن الأشياء الثانية الدنيوية ترى هي زائلة وبلازم أنا أشارك كل صغيرة وكبيرة في حياتي في السوشال ميديا لا أنا أشارك البقية لا 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 عندك مناسبة زوجية كذا معينة والله عيد زواجك لا تروح تصور وتحط عشان الكل يعرف وبعدين نقول أنا ضربت بعين خلينا نكون شوي عقلائيين في تعاملنا ونحاول نوزن هل هذا الشيء مهم لا والله كل حالي يسوي شيء أنا بعد لازم أسوي شيء كيفك لكن أنا مو اليوم ملزوم أن أنشر حياتي على الجميع في أمور خصوصية هذه أيضا تحفظ للإنسان علاقات الأسرية اليوم يمكن واحدة من أصباب الطلاق المستوية ممكن تكون نتيجة التشهير وكل أحد يذول يسوي كذا وهذا صحيح دكتور أنت ذكرت موضوع سوف نختم أقبل خمس نقاط فقط سترية محمد موضوع الفحوصات الدورية سؤال جيد جدا ونقطة جيد جدا مهمة خاطرة أقول اسمك يا أفلاء أبو داود خاطر نحن نتحدث عن هذا الموضوع أن موضوع الفحوصات أصبحت نوع من الهوس اليوم أنا لا أخفي عليك لم أخبرتك هذا قبل ولكن لدي هذه المشكلة إذا كان هناك شيء بسيط هنا أسمي مخي يسحبني إلى أسوأ الاحتمالات يرني ير مع أن في باقي الأمور كلها نظرتي تكون إيجابية دائما لكن يتعلق مثلا شيء في الصحة كنت أبدأ يقول لا هذا ما معناته عندي مشكلة في العظم أنا أكيد وأكبر السالفة في رأسي ووايد لأن أنت في مقابلة كنت على تلفزيون دبي لا أذكر اسم البرنامج لكن أنتم واكفين لا أذكر ما كان هذه كانت خناة بظبي بظبي؟ برنامج صحت كأمانة أو شيء لا لا أصحى كأمانة كان برنامج كان فيه في تلفزيون بظبي أذكر البرنامج وأذكر الكلام الذي قلته أنت شو قلت؟ قلت أن لا تبتدي تحاتي من يوم ما يطلع عليك عرض واحد الخوف لما تكون في مجموعة من الأعراض مع بعض هني أنت تحاتي فأنا الحين وهذا فعلا غير منبوري للأمور طبعا كل شيء يريد الله سبحانه وتعالى يطلع لك عرض ولا ما يطلع لك شيء كلها بأمر الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نأخذ بالأسباب فهذا فعلا غير من نظرتي أنا لأي شيء يستوي سواء عندي أو عندي عيالي دبل بعدنا ضربها في عشرة يوم ما يخص عيالي صدقك ولكن اليوم إذا نأخذ كطبيب أسرة في هذا المجان هذا ما شاء الله من الزمان ما هو نصيحتك لما يتعلق بالفحوصات الدورية؟ نعم كل كم أحد يقول ستة شور أحد يقول مرة في السنة أحد يقول عقب سن معين لازم أنت تبتدي تكشف كل سنة ما هو نصيحتك؟ طبعا نحن من المبادئ الأساسية في عالم طب الأسرة الوقاية خير من العلاج نعم اتفقنا؟ معناته الفحوصات الدورية هي جزء من مفهوم الوقاية خير من العلاج لكن اليوم أنا يوم أي أفحص كفحص دوري هل أفعل كل شهر؟ كل شهرين؟ كل ثلاثة؟ كل ستة؟ مرة في السنة؟ ما الذي يحكم؟ وما هي نوعية الفحوصات؟ عالم الطب واحدة من المرتكزات الأساسية اللي فيه الدراسات والأبحاث اللي تجرى في هذا المجال وفيه عندك معاهد علمية متخصصة من مئات السنين بشكل مستمر يطلعون لنا بتوصيات علمية هاي التوصيات تساعدنا كأطباء أن نقرر أنت الفلان عمرك كذا تاريخك المرضي كذا تاريخك العائلي كذا بناءً عليه أنا أفصل لك نزين فيه قاعدة عام لكن كل واحد احتياجاته تختلف نزين مثلا فحص السكر أنا مثلا بقول أيحد عمره فوق 18 سنة مرة كل سنتين يفحص السكر بناءً على التوصيات العلمية لكن إذا هذا الشخص عنده في العائلة أمراض سكري وعنده تحديات معينة يمكن أخليها كل ستة شهور يمكن أخليها كل سنة لكن ما أقدر أي وأقول لكل أفراد المجتمع لازم كل ثلاث شهور تفحصون أو لازم كل ستة شهور تفحصون ومهم نفحص لا 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 الحمد لله الدولة ما مقصرة المستشفيات موجودة المركة الصحية موجودة اليوم المختبرات يقومونك لين البيت يأخذون منك عيدنا تدام ويعطونك نتائج الفحوصات لكن الفكرة اليوم نرد ونقول نتوازن صحيح لا أني ما أفحص مولية ولا أني أفحص كل شهر وأفتح لنفسي باب ما لنهاية ليش؟ لأن أنت مثل ما قد قبل شوي إذا عندك عرض واحد هذا ما يعتبر شي في عالم الطبيعي مجموعة عراض ثانيا أنا سويت فحص خلنا حين من السكر وكلسترول على برد أنا سويت فحص لأحد المواد في الجسم طلع الرقم أقل من الطبيعي أنا أعالج الرقم ولا أعالج العرض إذا ما عندي أعراض ليش أعالج الرقم فبندخل في هوس الأرقام لا أنا كله كم مجار أسوي فحصاتي ويطلع الرقم شوية فوق الطبيعي لا لا لازم يكون ضمن الطبيعي لا 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 الفكرة ليس بهذه الطريقة الفحصات هاي اللي موجود الرقم اللي هو الرينج أقل شيء وأعلى شيء هذا بناء على دراسات على البشر يعني إذا أنت أعلم أن هذا الرقم ليس معنات أنك مبطبيعي ممكن هذا يتناسب مع جسمك أعطيك مثال ولو أن أنا ما أحب أيب هذا المثال أريد أقول لك في كل وضع يحتم إذا أنت إذا تروح تشتري جوتي يديد أو نعال شو المقاسات المتعارف عليها؟ مثال حق الريايل المقاسات الجوات يعني فالفورتيز يعني إذا واحد هي مقاسة فورتي سيفن شو يعتبر هذا؟ أبوف المتعارف عليه هل يعتبر أبنورمل؟ هل يعتبر غير طبيعي؟ هل يعتبر أنه عبارة عن مريض أو إنسان ريلا وايد عودة؟ خارج عن المتعارف عليه في المكان هذا بس ممكن أوكي صح فهمت عليك فإذا كانت قراءتي لفحص معين خارج الرينج يمكن هذا يتناسب مع هذاك الشخص لأن هذاك ياي من بيئة معينة من جينات معينة مثلا دراسات كثيرة يسوونها على ناس موجودين مثلا في أمريكا هل هم نفس جيناتنا؟ هل هم نفس أجسامنا؟ تختلف لكن في أمور نحن نتفق عليها أنا ما بقى أنه ينفهم الموضوع غلط يعني القراءات الحالية الموجودة فحوصات الموجودة هذه الفحوصات ستاندرد يعني هي المتقبلة في معظم الدول لكن الفكرة اللي أنا بنوصلها أيضا في نقطة وايد مهمة مو بأي مؤثر في وسائل التواصل مع احترامي للكل قال لك سو شي تروح تسوي لأنه فلان قالوا لأنه عنده متابعين وايد صحيح قال لك معلومة معينة خير وبركة بس اتأكد من المختصين من أهل الاختصاص أنا سمعت هذه المعلومة أمشي عليها وأقول لك توكل على الله نعم نحن نبقى نخطي حد وأدري كل حد من حس النية يريد أن يساعد المجتمع صح أو لا أنت مثلا يا بدر بتقول يا جماعة الله صحتكم لا تنسون تفحصون عماركم كل ثلاث شهور مثال لأن قلبك على المجتمع لكن هل الثلاث شهور معيار علمي؟ لا قد يكون هذا رقم شي بس اجتهاد من عندي أنا أو شي ناسبني أنا يمكن شي يا سلام عليك تقدر تقول يا جماعة الخير افحصوا بشكل دوري وعسا بتعرفون المد اللي تحتاجونها لفحوصات دورية الفحص الجأ للدكتور الجأ إلى طبيب الأسرة الجأ إلى دكتورك على أساس بناء على وضعك اللي أنت فيه بيعطيك خارطة طريق وبتتفقون ويا بعض إن شو أفضل مسار وقائي أنت تقدر تتخذه في حياتك عشان ما ندخل في دوامة الوسواس والقلق والتوتر اللي ما نداعي لأن أنا فحوصاتي شوية فوق ولا شوية تحت إذاك الله خير دكتور صراحة اليوم الطبيب الأسرة أخذنا في رحلة والله يعني من شو أقول لك من الفحوصات للصحة النفسية للتغذية تكلمنا في وايد أمور استمتعنا وايد بالحديث من زمان ما سولفنا والحمد لله هاي السوالف هاي السوالفناها نحن وسجلناها حق الكل إن شاء الله أن يستفيد وسعيدين بوجودك يا أنا دكتور شكرا على وقتك سامح نطولنا عليك اليوم بالعكس أنا اللي مستمتع يعني ما تتصور يا أبو عبد العزيز بالرغم أن قلنا في بداية حديثنا كل ما يشيء ويتأخر التسجيل وعلى ثالث مرة ثبتت لكن من أروع الجلسات من فترة طويلة الله يحفر ويعني السعادة حقيقية اليوم أنا حسيت فيها ويعاكم مشكور مشكور يا دكتور ما قصرت الله يسلمكم إن شهر من كل شهر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى